موسيقى السلام عليكم خوتي وشعركم لا بس بخير بو كيف درت الفيديو اللي فات هادك جوني بزاف تعليقات قال لك باللي حسام او والله تصاب كي ما قوله شهر وما يوليش للمنتخب يعني رح يغيب على كأس ايثريقية والزي الثاني ادخلت للانستجرام كيف كيف بعتوا لي بزاف الرسائل فارح جفت الخبر هادايا لقيت حوس على الخبر هادايا الصح راهي نشرته عدة واسمه صحف ايطالية جفت لكم الصفحة هادية فوتبال ايطاليا ونرى قيمه اسكي يقدر يلحق بالمنتخب الوطني الجزائري لإصابة هادية ولا لا لا وشعرهم يقولوا هما على كل حال فوتبال ايطاليا هادية نترجموها على كلها أنا راهي بالالمانية اللي انتري فوتبال ايطاليا هادية كما قولوا بالايطالية يعني صاديبو الموقع اللي راك فيه تعطي لك ترجمها أنا بالالمانية بسعدوك نترجموها للعربيين شوفوش يقولوا على إصابة حسام عوار يقول لك تحديد إصابة عوار لروما هذا يخرج اليوم على كل حال خرج على الخمسة قولوا ستاة العشية يقول لك روما تم تشخيص إصابة لاعب وسط فريق روما حسام عوار بإصابة في العضلة المقربة في فخيديه الأيصر يعني عنده مشكل كما قولوا في الفخد التالي والأيصر في العضلة ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة ضد بولونيا الأخبار الجيدة من شاء الله حسام عوار على لاعبين واحد واخرين كما ديبالا بدا يسترجاع وكده وكده في الملعب الأولمبي تعرض لإصابة عضلية في الشوطة الأول وقدم شوطة أولة رائع بيكون صراحة كنت نشوف المباراة ساعة كنت لأتي معه واسمه معه مباراة لأن مباراة تالي فيربول هذيك ما تخليك شجاع تركز لا على عوار لا على ريضة ما حرز اللي على أي لعب يعني مباراة اللي تخليك على هذيك اللي نبربط الله نسمع المعلق وش يقول له حسام عوار وكده قال لك في الملعب الأولمبي تعرض لإصابة عضلية في الشوطة الأول وتم استبداله خلال استراحة الآن أظهرت الاختبارات وجود إصابة في العضلة المقربة في فخيديه العيسر يتطلب بس مع مليح يتطلب هذا النوع من الإصابات عموما عدة أسابيع من الغياب يعني رح يغيب ليس كما يقول له أسبوع الله قال لك عدة أسابيع وصادي بوش حالة عدة أسابيع من الغياب في حدود شهر يعني يروا يقول لك تقريبا شهر من غير المتوقع أن يعود عوار إلى ملعب حتى عام 2014 يعني في في وسمه في 2013 يزو السمانة هادوما انبوسيبلي ولي تلت سمانة اللولانيين انبوسيبلي ولي يعني في جونفي في جونفي في النص تاع جونفي يقدر يقول لك وحنا نكونوا ديجا في راكوب دافريك هادي اللي رح ندخل معليها وينضم إلى وسمه 2014 وينضم إلى بابلو ديبالا وكريسا دومون بعد يبدأوا يحكي لك على شوفوا خوتي باش نتضربوا الحسابات أسك حسام عواري ولي أسك لا لا أسك الغياب بتاعه إذا غاب أسك يدرنا ولا لا لا أسك يستدعيه جمال بالماضي في القائمة ولا لا لا هذا هو الموضوع تعني اليوم قل لك عنده شهر في يده على باكم بالليل يومه رانو ليساز بو رانو ليساز ما زال راي العشرة ونص على كل حال رانو ليساز العوار يعني كما قولوا التبليس البارح من البارح لكانز من لكانز لكانز شهر حنا باش نتفاهمو أول مباراة التاعنا في لاجوب دافريك راني جايكم تقول لي كيفة شهد من الإصابة ديرك لاجوب دافريك أول مباراة على كل حال في لاجوب دافريك في أفريكا نحن نلعبها لكانج جنفي يعني في لكانج جنفي على حسابه يقولوا يقول لك عدة أسابيع تطلب حتى الشهر يعني تقدر تكون تلت أسابيع يعني من ناب كما قلوك لجنفي بسهنا حدث لك شوش من اليوم قال لك عدة أسابيع وكما قلوه هذه الإصابات دائما ما تكون تقريبا شهر يعني يقدر يكون تلت سمانات يقدر يكون شهر يعني إحنا ديجا يعني إذا عوار تاربوس ما رح يحضروا يعني تاربوس اللي لو جاي زوج مباراة الودية هدو ما ما رحش يحضرهم عندنا أول مباراة لوكنز منا لوكنز هو يكون كما قلوه رجع باش يرجع هذي نقدر نقوله يغيب نقدر صاديبه هذي يعني تقريبا نقدر نقوله على حساب المعطايات حسام أوار يقدر يغيب على لاكوب دافريك أو يقدر يرجع باريكزمبل وحنا يقدر يرجع باريكزمبل وحنا نكونوا نلعبوا في لاكوب دافريك باريكزمبل يقدر لوكنز يبارا ومبعد يجي بصع باش يجي ما يلعبش ديرك يعني رح يدرب يعني متان لعب راجع من الإصابة مشي أول مباراة رح يلعبها يعني يبدأ يرجع التدريبات إذ Правيخ في الوكنز يرجع للتدريبات كي يتدرب في واحد سمانة او لا يتدرب يومين واحدون بعد يبدأ يدخل مع الزمالة وكذا تطلب له سمانة بعد يدخل باديل يعني تطلب له بعد الإصابات تطلب له زوز سمانات كي يرجع زوز سمانات احنا نكونوا ان شاء الله على كل حان نكونوا في الدمية في امال رك شايف يجي ديرت يلعب في امال فانا نظن باللي حسن معوار رح يغيب ايدا 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 رجع قبل شهر تلت سمانات كي تكون عنده تلت سمانات التاربوس يقدر يلحق بالتاربوس او يلحق قبل ما نبدأ اولا كوب دافريك سمانة قبل ما نبدأ اولا كوب دافريك يقدر يلحق مع التدريبات مع المنتخب يروح معهم للقود ديفوار ويتدرب معهم هذك الأسبوع بعد ما يدخلش في المباراية الأولانية كما قلوا تعوسم ويدخل غير باديل 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 حتى يشد نروحه بالصح هذا رح يفيدنا حسن عوار كي كون باركزوم براجع من الاصابة مستحيل انا انا من رأيي من رأيي يا خوتي حسن عوار يعني من رأيي رأيي الشخصي يقدر يرجع يقدر يرجع من رأيي الشخصي انه حسن عوار خلاص لا كوب دافريك ديا غير يجب دروحه او مش يجب دروحه غير جمال بالماضي يعني السيد يغيب شهر شهر هو غايب على كما قلوا اللعب ديجا هو هو في رأيه المساواتة ومتادبدة حتى البارح كما قلوا قدموا مباراة مليحة يعني حتى عوار ما رأيوش مليح مع روما هكذا ولا لا لا يعني وزيد الاصابة زيدي كما قلوا يلعب الشهر بعد من يجي يدرب تقريبا شهر الناس باش انت هتروح تجيبو تلعبو لباش جيبو باش جيبو هادك اللي جيبو باش جيبو تحطو باش تحطو 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 الله غالب اصابة لو كان مشي اصابة نقولوا حسن عوار يروح للا كوب دافريك ولكن هذه اصابة واصابة هذه ما ق رايحين باش نلعبو للا كوب دافريك ولانا رايحين باش نلعبو عليها ما نقعدش انا فاريزون ندي لعبين مصابين فانا نتوقع او رأيي شخصي انا حسن عوار يعني يرجع ما يرجعش بعد شهر كما قلوا غير مكلا حتى ويرجع كما قلوا في جنفي في السمانة اللولانية جنفي والذي بقى سمانة على الماتش اللولانية على كوب دافريك ما عندك ما تدرب به صديبه وتقدر تده تقدر تده يكون برات تقدر تده يدرب معنا شوية ويبدأ يلعب ايدة ايدة سمانة اللول يركز مليح وشالانة اللولانية بساح ايدة باريزون يرجع لقنز جنفي بعد بالتدريبات كده منه يضيعلك سمانة يعني باش تلعبو فيهنال لديمية فيهنال ما عندك ما تدرب به تقولي هل سوف يؤثر حسن عوار على المنتخب باريزون بكي غيب حسن عوار ما نقدرش نقول لك اسكي اضطروا لا 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 ولكن المعروف انه حسن احنا عندنا ما عندنااش مشكل دقة في وسط الميدان كينجون نشوفه يسمعين برنا صرر ورجع من الاسابة غدوة ان شاء الله عندهم مبارك ان شاء الله هنون يدخل اساسوا يبدأ يوجد دروح المباراة للخرمين هادوي ما يوجد دروح اسماعين بن ناصر عندك اسماعين بن ناصر ان شاء الله عندك وسمه ان شاء الله يرجع للمساوى على تليهات عندك باريزون بن طالب بن طالب تاني قره قوة بتقول لي باريزون بنا يبدأ لك فرصة باش يجب سعيود هاي هاي شفت بالك فرصة باش يجب سعيود عندنا زروقي عندنا هشنبوداوي هاشنبودايا لو يقدم فيه موسم ليحة مؤخرا راهم بدون ناس كيما قولو يدوروا عليه بوم ماشي الواحد اللي قبل اللي قبل الهدايا قل لك عنده صفاري تلمت علي صفاري بعد شفنهم العمشل ماشي ليهوا مارا ولعب أساسي ما على بل يش خليتهم ثلاثة زيروا بل يكونوا خسرهم بعد ما شقع النتيجة ومهموني شقع نيس كرات جدة هم قع على كل هات ما عندك هشام بوداوي عنده مستوى شفنهم مؤخرا في المتخب الوطني كيدخل بادل كيفاش غير اللعب تبدل اللعب كامل يعني ولات قوة هجومية تبدل اللعب كامل يعني يلعب ستبتا حوسام عوار يعني يتقدم يتيري من التمريرات فهمتوا شابية نقول لكم عندنا تانيك زروقي زروقي يلعب هذا كدور تانيك تحط انت باريزوب تحط بن طالب وتحط اسماعين بن ناصر وتحط زروقي يقدروا يقدموا لك اداء زروقي ما تقدم اسماعين بن ناصر ما تقدموا يرجع الوسط ووسمه بن طالب تحطوا كما قلوك لا بارتيكاز حطوا سونتين لا بارتيكاز اللي السنة كما قلوه يقتص الكورا يعاون دفاعيا طاليزوب ويعاون الوسط الميدان ما يتقدمش بزاف نبي بن طالب فعندنا وسمه عندنا قادري عندنا قادري اللي راه هو يلعب وره يقدم في اداءة مليحة هو يدخل في التشكيلة المليحة واسمه قادري قادري سمعت اصابة مع اصابة العلم عند الله يا أخوتي برانيش انتبع عندنا قادري عندنا عندنا لعبين وسط الميدان انا نضم باللي حسام عوار مرحش يؤثر حتى ممكن لو كان يجيبه حتى لو كان ما تصابش حسام عوار نقول لها لكم بكو صراحة مستوى تعمره وش المستوى اللي رانا ننتظره من حسام عوار يعني العب مباراة مليحة قدمها وسجل هدفين اللي شفاو وبعد مرة هاي اخي خرج شوية اوتما عندنا شاي بي وسط الميدان عندنا وسمه قويري تقدر تلعبه وسط ميدان متحرك يعني عندنا عندنا وسط ميدان يعني حسام عوار ايدارة ومصاب مزلت لك وبدا فريق مزلت تصفية كأس العالم كتبها الو وربين قدروا نقوله قدر الله وما شاء فعل ورب يشفيه في اقرب وقت ممكن والاهم الاهم في حسام عوار حسام عوار قيمة تابعة ولكن ما روش في المستوى التعوى انت من نوله يرجع للمستوى التعوى بش يفيدنا فيه لاكوب دافريق الجاية بش يفيدنا فيه تصفية كأس العالم هادا حسام عوار بتاع مستقبل ايدارجع للمستوى التعوى إذا ما رجعش للمستوى التعوى بعد هقدام بتدب دب كيماران شوفه فاريزو في مروبا يقدم لك مباراة شابب من ارواع ما يكون بعد يغيب تلت اربع مباراة تم بعد مورين يوشبعو دكاون بعد يزيد يقدم لك مباراة تقريبا ستيل تاحبنا رحمة راكو شايفين فهمتوا وش راني يقول لك يقدم لك مباراة رائعة مباراة مباراة ميبانش وبعد موسي يقتله بالدكة وبعد يعود يرجعه بعد بعد يتألق يعني ما حسن عوار بين قوصيل وكان ما يرجعش للمستوى التاعو المعهود ما راش يمد إضافة للمتخب سواء اليوم سواء غدواء سواء في لقوب ديومون سواء في لقوب دابريكي جاية سواء في لقوب دابريك هذه حسن عوار إذا رجع للمستوى التاعو حتى وتسعين بالمئة من المستوى اللي اللي ما عرفوه الزمن راح يعطيك قوة 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 هجومية قوة في وسط الميدان هذا وش نقدر نقول لكم في هذا الفيديو ما نطعوش عليكم خوطين نقول لكم السلام ولكم ورحمة الله وبركاته السلام